هذه كاميرا محمد وتلك جنازته وبين البداية والنهاية حضور للمصوقر الزميل محمد القدسي امتلأت به مديرية الحجرية مواكبا للأحداث واليوم في الثالث والعشرين من يناير يرحل إلى متواه الأخير ليوارى جثمانه الترى هنا في مقبرة المندارة الأخ محمد القدسي نودعه اليوم تعز تودعه بالكامل كمناظر صحفي يبحث عن الحقيقة صحفي ليس له علاقة في الحرب وإنما في الرصد ليست هذه الجنازة المهيبة سوى تعبير عن مبادلة محمد الوفاء بالحب وتودعه كما يليق بالكبار وكما جاء للعمل في الوسط الإعلامي بذكراه الطيبة ممتلئا بحب الناس يذهب بها ذلك لأن الشهيد محمد القدسي عبرت عنه سجاياه الكبيرة وصفاته العليا ومبادئه الكثيرة أقول الكثيرة والكبيرة كان الشهيد رمزا من رموز هذا القيل بالأمس كان هنا بينهم وواحدا منهم يسهم في التخفيف عن معاناتهم كاشفا لكل ما يتعرضون له محمد الشهيد الإعلامي الذي كان يحمل الكاميرا وينتقل من قبهة إلى قبهة لينقل الحقيقة وسلاحه القلم ولا يحمل أي سلاح وكان سلاحه الكاميرا لينقل للعالم حقيقة وبشاعة الإجرام الحوثي الذي مارسه على بلادنا لازم محمد الناس في أفراحهم وأوجاعهم كما وثق لحظات الفرح أيضا وثق مراحل الأحزان في مناطق كان كلهم الميليشيات الإنقلابية أن تبيدها تحت صواريخها حدث ذلك في قصف قرى الخيام هنا في رف مديرية المعافر حيث استشهد وجرح العشرات من المدنيين يتقدمهم المصور الشجاع هذه كاميرا الشهيد محمد القدسي الزميل شهيد الحقيقة بهذه الكاميرا كان ينقل معاناة الناس الزميل محمد تنقل بهذه الكاميرا في قبال وشعاب ووديان محافظة تعز وخصوصا في الريف لينقل معاناة الناس البسطة الناس العاديين ليوصل صوتهم إلى العالم هذه الكاميرا هي السلاح الذي كان يمتلكه الزميل الشهيد محمد القدسي وهذا السلاح هو الذي كان يخوف الميليشيات الإنقلابية أكثر مما يخوفها المدفع والدبابة الميليشيات تستهدف الصحفيين في استهداف متواصل منذ ثلاث سنوات فقدنا عدد كبير من الزملاء الصحفيين أثناء ما كانوا ينقلون معاناة هذه المدينة الزميل محمد انتقل بهذه الكاميرا إلى قرية في منطقة الخيامي ليوصل معاناة الناس لينقل صور ضحايا مدنيين أبرياء استهدفتهم الميليشيات الإنقلابية إلى مساكنهم ليكون هو ضحية لهذا الاستهداف المأساة أن يتحول الصحفي من ناقل للخبر إلى أن يكون هو الخبر بحد ذاته في هذه القرى كان مصورا لا يتردد في مواكبة الأحداث في التنقل بين مديريات الحجرية أخذا منها شموخها ليسقط شهيد الحقيقة في ساحة لطالما آمن بها وتحمل أعباءها في السلم والحرب المزارعون والمقاتلون الشباب والأطفال شيوخ ونساء كان محمد واحدا من الهجتمع بكل فئاته ومكوناته لم يفرق بينهم عدسة واحدة لكل الأطياف استشهد الزميل المصور محمد القدسي أثناء تأديته عمله هنا في ريف المحافظة بعد أن عكس تفانيه وإخلاصه من خلال نقل كافة الأحداث والفعاليات والانتهاكات لميليشيا الحوثي في كافة المناطق والمديريات حمزة أمين قناة بالقيس تعز ترجمة نانسي قنقر